عقد كهنة أبرشيات الأرض المقدسة رياضة روحية في حيفا تحت عنوان القديس يوسف مثال عظيم في حياة الكهنة وقد جمعت الرياضة الروحية هذا العام قرابة سبعين كاهنا وأسقفا شاركوا في لقاءات رعوية استعدادا للمسيرة السينودوسية التي ستستمر ثلاثة أعوام والمقرر افتتاحها في الكنيسة المحلية في دير رافات في شهر تشرين الأول من هذا العام وأقام الكهنة لترجية لرفع الشكر من أجل الكهنة الذين يحتفلون باليوبيل الفضي والذهبي لكهنوتهم